الأهلي بيواصل تدريباته طبعا من خلال النهاردة ومن خلال التواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديد بالتحديد استاد مختار التتش استعدادا لمباراة صعبة جدا جدا قدام فريق سموحة المميز فبالتالي خلينا نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي والمتواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يطمننا على كل الجديد بالتحديد فيما تعلق بفريق الأهلي عقب الفوز بالأمس وبداية الاستعداد لسموحة يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك للزميل العزيز أمير الشام تحياتي لك في البداية وكل التحية لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي أهلا بك يا كريم طمننا على الفرقة مع نويات اللاعبين استعداداتهم كمان لمباراة صموحة لأنها مباراة مهمة جدا في مشوار بطولة الدورة المنافسة على هذه البطولة قلنا كل الجديد والكواليس يا كريم يعني في البداية نقول تلاحهم وضغط كبير جدا كالعادة طبعا زميل أمير أنت عارف في كل 48 ساعة مباراة أمر صعب جدا على الجهاز الفني وعلى اللعبين يعني الحقيقة ما بنشوف اللعبين بتعمل تدريب وحيد ثم مباراة نلتمس العزر لكل اللعيبة الحقيقة مجهود زهني وبدني وعصبي كبير جدا لكل لعيبة للنادي الأهلي عارفين طبعا لا قدر اللعيبة لكن دي حقاية أمير أنت عارف لابد أن نقولها فلابد أن نحن نحيي كل اللعيبة على أداءهم المميز جدا في كل المباراة وتحديدا كمان في المباراة الأخيرة مباراة بيراميز اللي حسامها طبعا زي ما بنقول دور الجهاز الفني كبير جدا لكن فعلا كلعبة النادي الأهلي في المعادة الشخصية بانت والروح بانه والقتال وكل الأمور طبعا الخاصة بلعبة النادي الأهلي في التحدي الكبير وفي الفترة والمرحلة المهمة جدا اللي احنا متوجدين فيها فبنبارك للعيبة وبنهنيهم على المجهود ده وبنطلبهم كمان وبيطالبهم جمهور النادي الأهلي ببزل مجهود أكتر من كده كمان خلال المرحلة القادمة وتحديدا كمان من المباراة القادمة بردت سموحة لأكون على استادة الأسكندرية يا رب ان شاء الله بإذن الله كل التوفير للنادي الأهلي في هذه المباراة يعني النقاط مهمة جدا مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعبات ومهما كانت الغيابات والإصابات الحقيقة لكن أي 11 رجل بيكونوا متوجدين في الملعب بنشوفهم كالعاد على قادر المسئولية روح الفنينة الحامرة الرهان كبير جدا على العيبة النادي الأهلي بعد حياء الأداء اللي قدال كابتن سامي أمصان خلال المرحلة الماضية ومنتظرين بقى المدير الفني الجديد بمعناه كبيرة جدا رغبة كبيرة ده وفع أكبر كمان تكون مع العيبة النادي الأهلي لاستكمال مشوار بطولة الدوري العام وأيضا كمان بطولة كأس مصر النوطتين طبعا مهمين جدا حابين نطمن عليها كل جمهورنا العظيم جمهوري لنادي الأهلي في عودة أكثر من لاعب يمكن فقدنا عدد كبير جدا من اللاعبين خلال الأيام الماضية سواء في بطولة الدوري العام أو في بطولة كأس مصر لكن إن شاء الله بإذن الله الرباعي حمد فتحي من عم حسين الشحات وعلي لطفي يكونوا متواجدين في قائمة مباراة سموحة ومنها إن شاء الله يكونوا متواجدين في التشكيلة أو في القائمة بشكل عام فقدين عدد كبير جدا فما برجعلنا أربع العيبة بيكون أمر بيسعد الجهاز الفني بشكل كبير جدا وأيضا كمان بيدعم دكة البودلاء سواء هيبدأ بيهم الكابتن سامي أمصان أو أيضا كمان يكونوا متواجدين على دكة البودلاء كابتن سامي ومصان أيضا كمان هيكون على القيادة الفنية لمباراة سموحة القادمة لحين بقى الإعلان عن المدير الفني الجديد لفريق النادي الآلي لتوالى إن شاء الله المسؤولية الكاملة خلال المرحلة القادمة ريكوفر النهارد لعبة النادي الآلي أمير يوم وحيد هيكون تدريب رئيسي غدا ثم بعدها سفر إلى أسكندرية ومباراة سموحة فيرب إن شاء الله بإذن الله تقدر لعبة النادي الآلي في 24 ساعة الوحيدة يستعيدوا طبعا قوائهم الظهنية والبدنية لأن المباراة سموحة كون مباراة خواية جدا لا تقل أهمية عن كل المباراة الماضية لكن إن شاء الله بإذن الله متفائلين بشكل كبير جدا مع الروح اللي احنا شايفانها مع لعبة النادي الآلي أن احنا نستمر في سلسلة الانتصارات لأسعاد كل جمهور النادي الآلي بإذن الله يا كريم أبرز ملامح المراني النهارده بالتحديد يا كريم عبارة عن إيه يعني أميري النهارده قادر أقولك جزء كبير جدا ريكافر يكل اللعيبة اللي شاركت فيه المباراة بشكل عامي يعني ما قادرش أقولك النهارده يكون في جرعة تدريبية كاملة آه في بعض اللعيبة طبعا هتأخذ جزء من التدريب لكن كلها حاجات بسيطة جدا لأن المجهود على الكل أمير الحقيقة مش اللعيبة بس اللي بتشارك أو الأساسين لا الكل الحقيقة مجهد يعني عمر الصلاة كمان على ذكر طبعا الجهد الكبير وعلى التدريبات عمر الصلاة يمكن واخد يوم راحا نهارده اللعب الوحيد اللي واخد يوم راحا عن كل العابة اللي نادي الأهلي نظر المجهود الكبير اللي بيبذل فيها التدريبات وفيها المباريات تدريب النهارده مقدرش أقولها غير أنه هو ريكافر اللعيبة ثم بقى مختص اللعيبة طبعا جوا تدريب بسيط جدا لحراس المرمى الشيناه طبعا بيأدي تدريبات بسيطة لكن علي لوت في النهارده ياخد جرعة تدريبية كاملة مصطفى شبير حمزة مصطفى مخلوف كل اللي حراس المرمى النهارده تاخد جرعة تدريبية قوية جدا لكن التدريب مش هيطول النهارده عن 60 دقيقة المعتاد طبعا لفريق النادي الأهلي بعد كل مباراة مجهود كبير جدا فعشان كده بنأكد على التدريبات اللي هي بتكون خفيفة في اليوم اللي بعد المباراة وأيضا كمان الجزء اللي ما بيشاركش بياخد تدريبات خفيفة لكن ما تبقاش بالقوة اللي انت عارفها طبعا ما بيكون التيم كامل أمير أكيد إن شاء الله يا كريم نتمنى للأهلي كل التوفيق بشكرك طبعا شكرا جزيلا زميلنا العديد الكريم أحمد من رئيس القناة الأهلي من داخل مقر النادي بالجزيرة بصراحة الرجل قال لنا كل التفاصيل اللي بتخص الفرقة بعد الفوز المميز مباراة على بيراميدز وكمان بداية الاستعداد لمباراة سموحة يوم الأربع بإذن الله تعالى مباراة ستكون الساعة 9.30 بالليل في اسكندرية إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المرحلة الهمة والحاسمة جدا في بطولة الدولة هروح لفاصل